هدير اللي أيضا فقدت أطرافها بسبب عبوة ناسفة كانت موضوعة بجوار محل ولدها ولما شاهد التأرير الشيخ محمد بن زايد ثمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد الإمارات لما شاف الحالة على الفور تكفل بعلاجها وهدير موجود الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية وبعتت لنا الصور دي وهي بتتضرب على الكتابة وهي داخل المستشفى حالة صورة مضيئة جدا وده بيؤكد التكافل المجتمعي والتكافل الإنساني الذي لا حدودة له لا جنسية له السمو الشيخ محمد بن زايد لما تكفل بهذه الحالة هده أنتم شايفينها هنا الإنسانية ملهاش جنسية وملهاش حدود وهو تكفل بحالة البنت لأن شاف أنها بنت زي الوردة أيضا ولابد أنها تمارس حياتها بشكل كبير دي هدير في المستشفى وإن شاء الله بتتعافى وحترجع بالسلامة عايزة أقول لكم في الوقت اللي كان الوقت اللي كانت جامعة الإخوان الإرهابية بتلاحقنا في شوارع نيويورك فجأت أن والد هدير بيقول لي أنا كنت ببحث عنك في الفندق وشايل لافتة على اسم البرنامج واسمنا على اعتبار أن إحنا سندنا في هذه المحنة فشوفوا إزاي الفارق ما بين الخير والشر اللي بتمثله يعني جماعات كانت تلاحقنا في الشوارع وتعتقد يعني أنها بذلك بتقوم يعني بمهمة هي مهمة شيطانية لكن شوفوا إزاي أنه فعل الخير هو اللي بيبقى وإن شاء الله هدير ترجع تاني بالسلامة وتعيش كإنسانة طبعية زيها زي أي حد هدير معانا على التليفون يا هدير أهلا بيك سلام عليك يا أستدوائي إزايك عاملة إيه؟ الحمد لله تحياتي لديك في البرنامج إنت واضح إنت خدت على الأعدة في أمريكا وحبيت الأعدة هناك لا والله الواحد مما اللي في الدول الأوروبية كلها من العيس بيت ربهم طبعا طبعا مصر وحشاكي أكيد طبعا هدير عملت العملية؟ لا والله أنا الحمد لله العمليات ماشة كلها الزراحية متعددة والنتاج كويسة جدا الحمد لله أنا شايفك بدأت يا هو تتدربي على الكتابة يعني الأصابع هو بتشتغل وبتتدربي على الكتابة الحمد لله ده قدرة ربنا وبعد ربنا سمو الشيخ محمد تتدر نيات إن شاء الله يا هدير هترجع لنا بالسلامة وقليلي محددين لك مدة معينة ولا لسه؟ لا وقال لسه دوما لسه محددين لي معادي من 14 يوم الاتنين اللي جاي معادي مع الدكتور هيشوفني وبعدين يحددت على عملية تانية لأن العمليات متعددة لسه وحلانت عملية ذراحية متعددة ما فيش وقت إن أنا أخلص أمس ولا؟ إن شاء الله المهم الحمد لله أنك هترجع لنا بالسلامة وده نموذج يا جماعة للتقدم العلمي والطبي اللي بيخلي هذه العمليات هي فقدت بعض أصابعها هنا عشان الإيد بتشتغل شوفوا التقدم الطبي والعلمي بالإضافة كمان التقدم في الإنسانية وهو ده اللي بيهمنا هدير هترجع بالسلامة إن شاء الله وفي أكثر من حالة شبيهة بحالة هدير هنحاول إن شاء الله إن احنا نشوف من يتكفل بيها هدير والدك عندك أو والدتك؟ أي موجود بوالدي معي طيب يديني والدك كده عشان ناخد منه كلمة أخيرة مع حضرتك السلام عليكم عليكم السلام وطلعه وبركاته إزايك؟ إزايك يا أستاذ واقف باش يا غالي الله يخليك طمنا على هدير أنا الحمد لله بخير حضرتك يا غالي والحمد لله هديرك بخير تعمل عملات متعددة وإن شاء الله بعد أربع أيام عندك عملية ثانية إن شاء الله وفي تحسنات كتير جدا أنا شايفه بدأت بتتضرب على الكتابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر